اشتركوا في القناة وده اكدنا بارح في الحلقة وتسألنا فيه بمجرد خروج العشر نقاط بتاعت الاتفاق الى النور حزب العدل اعترض على توقيع دكتور مصطفى النجار على البيان واضطر النجار النهاردة الى الاعلان عن سحب توقيعه لان الحزب رأى ان ما تم الاتفاق عليه لا يلبي طموحات الشعب المصري ونفس المشهد تكرر في حزب النور اللي اعترض على توقيع الدكتور عماد عبدالغفور على الاتفاق ودع الحزب الاجتماع بينعاقد الان لبحث هذا الموقف ودارت نقاشات داخل جماعة الاخوان للتأكيد على توقيع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على الاتفاق ان هذا التوقيع كان بهدف الموافقة على وثيقة شرف وليست وثيقة لمبادئ فؤد السورية وعدد من المرشحين المستقلين للرئاسة اصدروا بيان منذ قليل اعترضوا فيه على اطالة الفترة الانتقالية بدون مبرر واكدوا تمسكهم بازدار قانون الغدر وان حالة الطوارئ انتهت في 30 سبتمبر واي قرار او حكم قضائي يصدر بعد هذا التاريخ مستندا الى حالة الطوارئ سيكون فاقدا للمشروعية الدستورية او القانونية وقع على البيان ده حازم صلاح ابو اسماعيل محفظ الالقاب وحمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وعمر موسى ومحمد سليم العوة وشامل بستويسي زي ما قلت حضراتكم كلمة سندرس كمان يعني لا نمتلك رفعية الوقت للدراسة ده اكدنا عليه مبارح قبل كل الردود الافعال للنهاردة ليس رجما بالغيب ولكن في حاجات بتكون كده مقلقة هنتبع مع حضراتكم اجتماع التحالف الديمقراطي اللي بيضم عشرات الاحزاب والقوة السياسية اللي بدأ منذ قليل لمنقشة ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري مبارح ويا رب الدنيا اتصل لنقطة اتفاق مقبولة يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر ترجمة نانسي قنقر